السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف في هذه الحلقة الفرق بين الإنتاج المحلي الإجمالي P-Bay والإنتاج القومي الإجمالي P-Bay يعني P-Bay كما تعرفنا P-Bay و P-Bay في الحلقة السابقة كنا قد عرفنا الإنتاج المحلي الإجمالي P-Bay بأنه هو القيمة السوقية للسلاع والخدمات النهائية المنتجة داخل يعني الاقتصاد في أي سنة معطاة فمعناه أن هذه القيمة السوقية للسلاع والخدمات النهائية تم إنتاجها داخل البلد فهو يعني P-Bay يعقص إجمالي الدخل المنتج محليا أي في المغرب سواء يعني نتجه مغربي أو نتجه مثلا واحد يعني أجنبي مقيم بالمغرب فإذا كان يعني مقيم فرنسي مثلا مستثمر فرنسي كمثالك واحد الشركة هات الشركة مثلا وليكن مختصة في صناعة سيارة في المغرب فإن هذا الدخل اللي كيكتسبه هذا المستثمر الفرنسي هو جزء من ناتج المحلي الإجمالي المغرب لأنه مكتسب داخل المغرب هناك مفهوم آخر كنسميه الإنتاج القومي المحلي PNB Le Produit National Brute شنوه هذا المفهوم شنوه PNB ومع علاقته معني PNB فالإنتاج القومي الإجمالي PNB كنسميه الإنتاج القومي الإجمالي Le Produit National Brute هو القيمة السوقية للسلاع والخدمات النهائية المنتجة والتي أنتجها المواطنون سواء كان داخل المغرب أو خارجه في سنة المواطن يعني هذا السلاع والخدمات كتم إنتاجها من طرف المواطن المغرب اللي كيعيشوا في المغرب أو كنتجوها المواطن المغرب اللي كيعيشوا خارج البلد يعني كيعيش خارج المغرب فلرجعنا المثال السابق فالدخل هذه الشركة دي المستثمر الفرنسي غادي ندخلها في الناتج القومي الإجمالي ديال الدولة ديال فرنسا لأن هاد المواطن الفرنسي يعني هاد الدخل دياله جزء من الناتج القومي الفرنسي وليس جزءا من الناتج القومي الإجمالي للمغرب كيفاش كنحسبو الناتج القومي المحلي انطلاقا من ناتج المحلي الإجمالي كيفاش كنحسبو البيان بي انطلاقا من البيبي. انا بغي في الانتاج القومي الاجمالي انتاج للمغاربة فقط. يعني هذوك المغاربة سواء كانوا عايشين في المغرب او خارج المغرب. فكنناخد الانتاج المحلي الاجمالي لولبيبي وكنحيد منه انتاج الاجانب. مثلا احنا في المغاربة عدنا مستثمرين فرنسيين صينيين اسبان الى اخرى. فكنحيد من البيبي كنحيد هذا الانتاج ديال قيمة الانتاج ديال الاجانب اللي هما الفرنسيين وصيني اسباني. اه يعني كننقص منه انتاج ديال الاجانب ومن بعد كندخل عليه انتاج المغاربة اللي عايشين في الخارج اللي كيستثمرو تمك اي واحد مغاربي يعيش في الخارج الناتج اللي كنجوه خلال السنة كندخله في الناتج القومي الاجمالي. وبهي فالبي انت بيشنا هو هو الناتج المحلي الاجمالي لبيبي كنزيد عليه الناتج ديال المغاربة اللي عايشين في الخارج وكننقص منه الناتج ديال الناس الاجانب اللي عايشين في المغرب. اذا ما الفرق بين البيبي والبيبي. بيبي هو انتاج هو ما انتج داخل الدولة يقدر ينتج يعني مغريبي ويقدر ينتج اجنابي عيش في المغرب. فاحنا كنجمع انتاجات ديال المغاربة والاجانب هاد المقدار اللي كنسميه البيبي. اما البي انبي فهو الانتاج الذي انتج بواسطة المواطن المغربي فقط. سواء كان هذا المواطن عيش في المغرب او خارج المغرب. كنحيده انتاج ديال الاجانب من المقدار ديال البي انبي. فمثلا قيمة انتاج مصنع صيني في المغرب. تدخل في الناتج المحلي الاجمالي المغربي. اللي هو البي اي بي. لان المصنع موجود محليا على الارض ديال المغرب. ولكنها تدخل في الناتج القومي الاجمالي ديال الصين. لكون المالك ديال هذا المصنع هو صيني. يعني مملوك محليا في الصين. وبالمثل ايضا مثلا قيمة انتاج عامل مغربي في بلجيكا. كدخل في الناتج المحلي الاجمالي البلجيكي. وفي الناتج القومي الاجمالي المغربي. لان هذا المواطن في الاخر هو مواطن مغربي. لان الناتج دياله كدخل في الناتج القومي البي انبي. وهكذا. ما هو المقياس الاكتر استخداما في الاقتصاد. وش هو البي اي بي. الناتج المحلي الاجمالي. ولا البي انبي. ما هو يعني هذا المقياس الاكتر استخداما فالاحصائيات الاقتصادية كتستخدم الناتج المحلي الاجمالي. لماذا؟ لانه كيعبر بصورة افضل عن حالة ديال الناشاط الاقتصادي في البلد وليكن المغرب. اذا البي اي بي كيورينا بالضبط وكيعبر لنا بصورة افضل على الحالة ديال الاكتيفتي ايكونوميك في المغرب. بغض النظر عن الجنسية ديال الناس اللي كيقوموا بذلك النشاط. ولا بد ان نشيرونا ان الناتج القومي الاجمالي المغربي اكبر من الناتج المحلي الاجمالي المغربي. اه البي انبي القيمة دياله كبر من البي اي بي. علاش? بسبب بسبب التحويلات او حجم التحويلات المغربية. للعاملين في الخارج. فالمغرب مثلا في الفين وسبعتاش كان ناتج القومي الاجمالي ديال واحد مليار دولار. هناك يظهر لينا جليا ان الناتج القومي الإجمالي كفوق ثلاث مرات الناتج الإجمالي المحلي نكون قد أنهينا الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة